ازاي اكوا يا شباب الاخبار ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض اه شوية اسئلة من الهومورك بتاع الاميتر والفولتيميتر. فهو في السؤال بيقول لي ان في الاول كانت بتساوي في ساعتها كان في النص هنا زي ما احنا شايفين. تمام? اه طيب بعد كده بيقول لي اه لو اه خلى يعني هو بس بيقول لي ان ده خلى ان تحرف بقى انجل سيتا. تمام? لو راح هنا في النص زي ما احنا شايفين يعني. المهم? فهو بقى بيقول لي لو احنا خلينا ستبقى بتساوي يعني بتساوي تمام? عايز يعرف اه ودخلنا نفس يعني اللي داخل ده هو هو خلي بالكم ان هو الحكة دي كده على بعضها يعني. لو حد مش مجمع هو الجزء ده كده اللي انا معلم عليه على بعضه. فالاي اللي يدخل هنا يدخل الاميتر ككل. تمام? فالاميتر مش هو الجزء ده بس ايه. فالمهم هو بيقول لنا انا دخلت نفس للجهاز بتاعي انا كنت لسه معلم عليه من شوية ده. فعايز يعرف الجديدة بقى دي هتوقع بكام. تمام كده? طيب ممكن نفكر في الموضوع ده بطريقتين يعني او دول اللي جايين في بالي ممكن يكون فيه اكتر. اه عندنا هنا مسلا. الاي دي طبعا في الاول يعني فيه هنا تاعة الجالفانوميتر وهنا تاعة الشنط اللي هي وهو قال لي ان في الاول كانوا الاتنين قد بعض. صح كده? فمعنى الكلام ده معنى الكلام ده ان هنا هيخش وهنا هيخش صح كده? طيب هو بقى بيقول لي ايه? بيقول لي ان دي في تاني مرة آآ فيها سوري مش بتاعتها نفسها بقى التلت. يعني هي بقى التلت فهي بدل ما كانت بتساوي فالكارنت تقسم نص ونص لا دي بقى بتساوي تلت تمام? طيب انفكر بالراحة كده ما هي معنى كده ان تلت اضعاف يعني فوق تلت اضعاف الريزستانس تحت. فالكارنت تحت هيكون تلت اضعاف القارنت فوق. فاعمل دي في الاي دي عشان اقسمها حيث ان القارنت تحت يكون تلت اضعاف القارنت فوق. اقسمها اربعة حتة. فتبقى الحتة الوحدة باي اوفر فور. فدي تاخد آآ تلت حتة اللي هي اي ودي تاخد حتة واحدة بس اللي هي اي اوفر فور. تمام? فتعالي نركز برراحة كده. في الاول كان اي اوفر تو. وبقى يعني ايه اللي حصل له? قل للنص. تمام? قل للنص. هو كان نص وبقى ربع. فحصل له ايه? قل للنص. فالسيتا دي يحصل له ايه? تقل للنص يا كامل? تبقى هنا كده مسلا. تمام? فبدل ما هي كانت سيتا تبقى سيتا اوفر تو. تمام? يبقى القارنت اللي ماشي هنا قل للنص فطبيعي جدا هينزل للنص. تمام? طيب هل في طريقة تانية? اه اكيد. دي الوقت تعالوا نحسب. في الاول في الاول كانت بتساوي الار جي. وتعالوا نعتبر اللي اتنين كانوا بوان. فالسنستيفيتي بتساوي اه الحاجة الجديدة على مجموعة الاتنين. يعني على ار اس زائد ار جي. تمام? فتعالوا نرجع كده سريعا. فالار اس قلنا هنعتبرها بوان. وده طبعا بوان بلاس وان اللي هي ار اس بلاس ار جي يعني دي ناتوب. يبقى في الاول نسميها مسلا كانت بهاو. طيب في الحالة التانية لأ هو قال لي مسلا لو كانت الار جي. اه اه بسري. فالار اس هنعتبرها بوان اللي هي تلتها يعني. لو حد كان عايز يعتبرني دي بوان ودي بوان وفرسري عادي. اللي هو اي مهم تكون الار اس تلت الار جي. تمام? فسنستيفيتي تو. هتوقع بتساوي الار اس تعالوا انا هشتغل بالفوق تمام? اسهل يعني شوية. الار اس اللي هي بوان. ار اس بلاس ار جي اللي هي بفور. وان بلاس سري يعني. فنلاقي ان السنستيفيتي كانت بهاو وبقت بفور. فاي اللي يحصل? يعني ايه سنستيفيتي اصلا? يعني البوينتر هيلف قد ايه لما لدخله معين. تمام? يعني تعالوا نشبهها بميزان. دلوقتي لو احنا عندنا ميزان. تمام? الميزان ده انا حطيت عليه اه طمط مايب. تمام? اي حاجة. حطينا ليه طمط مايب. فهو لف بانجل معين. تمام? جبت ميزان تاني السنستيفيتي بتاعته حساسيته. اه النص. فحطيت عليه نفس الطمط مايب الزب. ايه لا يحصل للبوينتر هيدفليكت لنص الفاليو اللي هو كان عامل لها دفليكشن قبل كبه. تمام لان هو حسيته قلت للنص. اللفة اللي بيلفها دي قلت للنص. فهمين قصدي? لنفس الامبوت يعني. انا دلوقتي كنت مدخله اي هو راح جاي لف انجل سي ده. لو السنستيفيتي بتاعت الجهاز ده قلت للنص. لما دخله نفس الاي هيلف نص الانجل. فهمين الموضوع ازاي? فده الموضوع بالطريقة تانية. في آآ بتاعون غير اللون. في بيقول لي آآ لو انا دخلت للجالفانوميتر وهو سيادة كده مش موصلين بقى اي حاجة فالكوينتر راح لاخر طبعا? آآ لو دخلت بقى لو وصلت بيش ودخلت له اتنين اي مش اي دخلت له اتنين اي. فعايز يعرف ما بين الار جي والار اس طبعا نتكلم عن الرسمة ديها. تمام? طيب تعالوا آآ نفكر فيها بطريقة بسيطة شوية. خلينا نعتبر ان ده سكيل. فنرقمه. يعني ادي ده وان تو سري فور. فمعنى كده ان الاي بكامل اي بفور. لان الجهاز بتاعي ارالي فور. فمعنى كده ان الاي دي بفور امبير. تمام? طيب هنا نندخل كام بدخل تو اي. يعني تو طايم مصفور. ما لقى احنا قلنا انها فور. فتبقى بكام بايت. يعني هنا مدخل ايت. طيب الجالفانوميتر بقرى الكارنت اللي ماشي فيه هنا. صح يا كده? فآآ ارى كام ارى ون. مش ده السكيل بتاعنا قلنا رقمين وان تو سري فور. فهنا ارى ون. لقى ماشي هنا كام. ماشي هنا ون. فمعنى لو ماشي هنا ون. لقى ماشي هنا كام. ماشي سيفن. يبقى ريش ما بين الار جي على الار اس قدر اعتبرها اي اس. على على اي جي. صح يا انفرس. فالاي اس قلنا انها بسيفن. والاي جي قلنا ان هي بون. فتطلع الاجابة سيفن وغير وان. سؤال اه تافه جدا بس لو مش انا بره. في بيقول لي. آآ لو انا عندي سيركيت لاب المنزر ده اللي انا كتب عليها كيس ون يعني. آآ عندي بطارية فيه كونستنت آآ بسري هندرد ففتي. بتوصلها مع جل فنو متر. تمام? طبعا زي ما احنا عارفين طالما دخل لي في سكة ان في بطارية اقلبها شابتر وانا على طول. ارسمها وقلبها شابتر وانا على طول. فده اللي عملت ورسمت الكيس الاولانية. ورسمت الكيس التانية. هو قال لي ايه? قال لي لو احنا بدلنا التوينتي دي خلناها بسيرتي. فكان لازم ان احنا نخلي الكونستنت رزيستنس اللي هي هنا. كانت بسري هندرد ففتي. خلناها بفور هندرد ففتي. تمام? ليه? عشان نخلي الاي اللي ماشي هنا في الجالفانوميتر يعني في الحالتين آآ زي ما هي. قال لي الكلام ده ازاي? قال لي آآ تشينجل. تمام? فبيقول لي يعني بطريقة غير مباشرة ان الاي اللي ماشي هنا وهنا هي هي. ونقدر نستنتج ان الاي في الار هي هي يعني الفي هنا. هي هي الفي هنا. صح كده? طيب يعني الفي في السيستم هنا ده كله. هي الفي في السيستم ده كله. صح كده? طيب بعد بس ما فهمنا السؤال انا هخبيه. عشان ايه? نعرف في بقى في مكان نكتب فيه بس. تمام? نمسح. آآ ماشي. نعمسح هنا. جميل. آآ طيب دلوقتي عايزين ايه? عايزين نشوف هنفكر ازاي. طيب احنا لسه قالين آآ آآ حاجة لذيزة جدا. احنا لسه قالين ان الفي بتاعة السيستم ده. لازم تساوي بتاعة السيستم ده. صح كده? لان احنا عارفين ان في الارجي هي هي الارجي اللي هنا. وطبعا احنا عارفين ان الفولتج فوق هو الفولتج تحت هو الفولتج بتاع السيستم كله. طب ما تعالوا نتكلم بالطريقة دي. تعالوا نقول ان كان ماشي هنا اي وان. وماشي هنا اي تول. واكيد هم مختلفين عن بعض. ما فيش حاجة خالص تقول لي ان الاتنين دول هم هم. تمام? ان الاي اللي هنا هي الاي اللي هنا. هو قال لي ان الاي اللي في الجالفانوميتر هنا هي الاي اللي مش في الجالفانوميتر. تمام? انما اكيد اكيد مستحيل تكون الاي اللي هنا هي الاي اللي هنا عشان المسألة تزبط يعني. تمام? اه فالمهم? انا عارف ان ايه? ان الاي في الار بتاعة السيستم اللي هي على تونتي بلاس ار جي. لازم تساوي في الار بتاعة السيستم اللي هنا. اللي هو على سرتي بلاس ار جي. تمام? فهلاقي طبعا ان الار جي ممكن تروح مع الار جي. محدش طبعا يقول ان الار جي اللي تحت تروح مع الار جي اللي تحت. لأ خالص في بلاس النص فايه? اه لو شلتهم ديتو بقى اللي اتأدف في الماس يا. المهم احنا دي نشلنا الار جي اللي فوق نعمل ايه بعد كده? عايزين نجيب الاي والاي طو. طب ما انا عارف ان الاي وال دي الاي توتل والاي تو وكزالي. فقدر افكها الفي بي على الار توتل. فقدر اقول ان الاي وان هي الفي بي. على الار توتل اللي هي بتساوي سري هندرد فيفتي زائد على ومنساش ان فيه اصلا برا نفس الكلام ده اللي هو على معلش انا عارف ان الموضوع ايه ممل. طبعا احنا مساحنا الار جي دي بس فانمساح عشان ما نطلع بطش. اه اكول اي تو هتبقى نفس الكلام. الفي بي بس المرة دي على زائد طبعا اه هنا موجود عادي. على اه سرتي بلاس ار جي. وما ننساش ان احنا عندنا فوق الكلام ده نكتبه زي ما هو على سرتي بلاس ار جي. طبعا هنكتشف ان الفي بي هتروح مع الفي بي. الاتنين فوق وطايمز يعني مش مش بلاس حاجة. فهنعرف نشيلهم مع بعض عادي. اه بس هيبقى لك ان الكلام ده كله على الكلفليتر والطلعها شايف تصول على طول لان اكيد مش هتبقى تحل الكلام ده كله في الامتحان. جميل? فدي طريقة. طيب هل في طريقة تانية? اه. تعالوا كده نجرب نعمل حاجة لذيزة كده. طبعا ناخد الموضوع نوعا ما اه بالعكس. طريقة ما يعني? الا وهو ايه? مش احنا قلنا ان ان هنا هي هي هنا. صح? طب ما احنا عارفين ان احنا عندنا صح كده? يعني اكيد بالتبعية لازم تكون هنا قد بمعنى. يعني مسلا مسلا خلينا نفترض ان البطارية دي بتلاتة. تلاتة فولت يعني. تمام? فهنا دي ادها بتلاتة فولت. هتلاقي ان لو كان هنا في الرسمة الاولانية دي. ده كان واخد واحد فولت وده كان واخد اتنين فولت. طيب السيستم اللي هنا لازم ياخد اتنين فولت زيه. ما هو لازم يكون قد ده. يبقى ده هياخد كام الباقي من البطارية اللي هو وان فولت. فمعنى كده ان دايما دايما الريشو بين الاتنين دول واحدة. الريشو بين السيستم ده والسيستم ده. وما انهم اه الاتنين سيريس لبعض والفولتج بتقسم عليهم كده كده. فعشان هنا ثابت لازم يكون هنا هو كمان ثابت. تمام الحتة دي? طيب فهعمل ايه? خلاص هقول الموضوع بنفس الطريقة دي. ما نعرف ان هنا على هنا بتساوي هنا اللي هي بتاعت السيستم ده على فخلاص يبقى انا اشد خط طويل كده. واقول ان هو اه الار على الار بتساوي الار على الار بس في الكس التاني. فهقول ان انا عندي الار اللي هي مسلا اه على ده الكلام اللي فوق. طب الكلام اللي تحت دي اللي هي الار التاني. طيب عندي هنا على طيب وتحت هحط الفره. يبقى انا قلت ان الار اللي هنا دي اللي هي الفي على الفي يعني بتساوي الار اللي هنا على الار اللي هنا اللي هي الفي على الفي برده. فطبعا هنلاقي ان الار جي هتروح مع الار جي. ونحط الكلام ده بردو تاني على الكالكليتر. اه ونحلها بقى عادي هتلاقي انها تطلعت ان في الاخر بفورتي احط. طب لو حد يعني ايه? مش عايزة احلها بالكالكليتر. فتعالوا نحلها مع بعض سريعا كده كماس. عشان اعملنا ايه الموضوع للاخر? اه ماشي نمسح دي. اه ماشي مسحنا دي. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه? دلوقتي احنا عندنا الكلام ده صح? فالارجي رحت مع الارجي خلاص. فاحنا عارفين ان اللي هنا ده يعرف ينزل تحت. مش هو بالمنزر ده شكل وحش. فبينزل تحت الكبيرة. فنلاقي ان احنا عندنا اه كان بقى سري هندرد في في تونتي بلاس ار جي اكول على فور هندرد فيفتي وننزل فيبقى سرتي بلاس ار جي. تمام كده? طيب اقدر اعمل دي تاني اقدر اه 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 يعني اقدر نعمل كورس تمام? فاقدر اقول ان انا عندي سري هندرد فيفتي طيب السيرتي طبعا الكلام ده مضروف في البراكت اللي هو تونتي بلاس ار جي. وقدر اقول ان الكلام ده بيساوي تونتي طايمز الفور هندرد فيفتي طايمز الفور هندرد فيفتي طبعا كل ده طايمز الفراكت اللي هو سيرتي بلاس ار جي. تمام? فكل بس اللي هيتبقى ان انا ادخل الكلام ده كله يعني انا اوزع تايمز ده ده برقم. صح? ده كده كله على بعضه برقم. هعملو تايمز هنا وطايمز هنا. نفس الكلام. ده كده كله على بعضه برقم. اللي هو تقريبا يعني. فعملو تايمز هنا وطايمز هنا. فاودي الارقام مع بعض واودي مع بعض ولا ان تلعت لي ايه بفورتي في الاخر بازن الله. اه هو بيقول لي ان انا عندي السيركت اللي قدامي دي. تمام? فيها كزا وكزا وكزا يعني. فبيقول لي اه زي سويتش الكي وان از اوبن لما فتحناه. بيقول لي ان ده تحول لفولتميتر. طب تعالوا بصوا نركز كده. دلوقتي اه احنا طبعا الكي كي تو ده مفتوح ومجاب ليش سيرته دلوقتي. فالفرع ده كله ممسوح ولا لكنه موجود خالص. وعندي ايه كمان? وعندي ان هو بيقول لي لما اه كي وان ده تفتح. يعني ايه كي وان ده تفتح? يعني هيبقى مفتوح كده فالبرانش كله بيتمسح. صح فمسحنا البرانش كله. فلاقي ان انا عندي ان التن اه اه بتعالوا كده التن ار جي متوصلة سيريس مع الجال فليه كده اكينها ايه? اكينها ملتب طير. فاقدر اقول ان هو ده تحول لفولتميتر. هلاقي بقى ان هو اصلا بيقول لي الكلام ده. بيقول لي ان هو لما انا فتحت ده. اه اتحول لفولتميتر. الفولتميتر ده يقدر طب ما انا عارف حاجة. ما انا عارف ان بتساوي اه يعني انا عارف ان ده الفولتميتر فقال في قانون الفولتميتر عادي ان الله الار ام بتساوي في ماينس في جي على الار جي. تمام؟ هو مديني اللمي اللي هي وان فى انا بتن ارجي اهي تن ارجي. فنشوف نقدر نوصل لايه? انا ما عارفش. تعال grandes شوف ايه? نقدر نوصل لايه? فنلاقي ان احنا عندنا آآ ان التن ارجي اللي هي الار ام يعني بتساوي envي اللي هي على الارجي. طب انا مش معايا الارجي. وانا عايز اوحد القنون. سوف اتعاوده على حركة دي كتير. بأن انا غالبا بشيد الارجي وحط مكانها على اي جي. ام لأ سوري. بحط مكانها اي اه? في جي على اي جي. انا اه. انت لغبطة اصلا القانون هنا في مفروض فيه اي جي. تمام? يبقى هنا اي جي. وانلاقي ان احنا عندنا القانون هنا على ار جي. تمام? فالار ام بتسوي فيه على اي جي. فهنا شلنا اي جي وحطنا مكانها في جي على ار جي. ليه? عشان عايز اوحد الانونس. ازاي? هلاقي ان الار جي دي تحت التحتاني فطلعت مع الفؤاني. فتلاقوا مكانها بقى هنا كده. تمام? فنمسحها من هنا وبقت مكانها فوق. فلو بقت فوق بالمنزر ده هلاقي ان دي هتروح معدي. فلاقي ان التن بتساوي اه مينس الفي جي على الفي جي. فدي اكويشن بسيطة جدا ما فيهاش اي انونس غير مين. فهلاقي ان الفي جي بتطلع معي تمام كده? يبقى دي اول حاجة عرفت اخرج ايه? عرفت اخرج منه. طيب تعالوا نشوف ايه الكلام اللي بعد كده. هو رجع قال لي لو احنا بقى عملنا ايه? لو احنا اه قفلنا مع بعض اللي هو يعني ده تقفل كده بالمنزر ده. بيقول لي ان هو تحول يعرف دي اللي هي يعني تمام? طيب تعالوا برضو ايه? نمسح المنزر ده شوية عشان يققى الموضوع اوضح. دلوقتي احنا لما نقفل الكي ده. انا بس هايز اجيب اللون اللي بيض. اه ماشي. دلوقتي احنا لو عندنا المنزر ده. لو الكي ده. سوري. عايزين نعمل ايه? لو الكي ده مفتوح. يعني تعالوا بس ايه? تبقى بينها برضو كده. لو الكي ده مقفول. لو كي وان مقفول. فهنلاقي ان الفرع اللي هو ده كله هيتمسح. فالفرع اللي فوق ده ولكنه موجود. تمام? اللي هو فيه اه نجيب الفرشة التانية اسهل. جميل. طيب فهنلاقي ان احنا عندنا حاجة بالمنزر ده كده اللي هي عبارة عن ايه بقى? عبارة عن متوصل مع فده اميتر صح دي اللي هي شنط فنفس الكلام انا عارف ان بتساوي اه اي جي ار جي اللي هي في جي على اي مينس الاي جي. صح كده? طب ما احنا لسه جايبين من شوية ان والخلي بالكم ان الار اس هو مد هنا اهي. زيرو بوينت وان ار جي. زيرو بوينت وان ار جي اكوال. اه الفي جي قلنا ان هو بون. الاي مد دهوني بزيرو بوينت اليفن. ماينس الاي جي ما نعرفهاش. طيب دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجة انا ممكن افك الاي جي دي. لفي جي على ار جي. او ممكن العكس ممكن افك الار جي دي لفي جي على اي جي. فاشوفوا اللي رايحكم عايبي انا هعمل ايه? انا مسلا هشير الار جي دي. وحط مكانها آآ آآ في جي اللي هي اصلا بوان. تمام؟ اللي هي اصلا بان على ار جي. equal zero point one time as الكلام ده. مينس zero point one time as الكلام ده. ما ننسيش ان فيه مينس في النص فلازم تبقى تايمز اللي اكنين يعني. فده هيدديني zero point zero eleven وده يديني zero point one اي جي. هودي الاي جي النحية التانية بالبلوس. فيديني one point one اي جي equal zero point zero eleven. فلا ان الاي جي طلعت معايا بزيرو point zero one. احنا كده جبنا الاي جي. طب هو عايز ايه بقى? عايز الار جي كمان. طب ما ننسيش ان احنا جيبنا والفي جي دي اصلا بتساوي اي جي في الار جي. فتبقى انا عارف ان الاي جي في الار جي بتساوي الفي جي. اللي هي اصلا بتساوي one. فاقدر اجيب مين? اقدر اجيب الار جي. تمام? انا انا معايا ده ومعايا ده دلوقتي فاعرف اجيب ده بس بمنتهى البساطة تطلع بمية. فالاجابة عندي هتبقى دي في الاخر. في سيكستي نين هو بيقول لي ان انا عندي اه متكونة من اه رزيستر عنده سيكس اوم اللي هي يعني على السيكس اوم دي في فولتميتر. اه عنده سيرتي اوم رزيستنس. اه جميل هو اكيد متوصل يعني. فبيقول لي لما يكون عندي زيرو بوينت تو امبير ماشي في السيركت. الفولتميتر بيوديني او بيديني يعني او بيوريني يعني بيجيب اخره. طيب تعالوا نمشيها واحدة واحدة كبه. دلوقتي انا عندي اهي. دي اللي هي دي اللي هي السيكس. تمام دي السيكس اوم. بيقول لي ان متوصل عليها. اه فولتميتر. الفولتميتر ده عنده بسيرتي ايه? بسيرتي اوم. تمام? طيب بيقول لي برضو ان انا لما جيت مشيت. بزيرو بوينت تو امبير. الفولتميتر ده وراني فول سكيل دفليكشن. طب ما انا عرف اجيب بتاعت الفولتميتر في الحالة دي. صح? مش هنعرف ان الفي بتاعت الفولتميتر هي الفي بتاعت السيكس اوم هي الفي بتاعت السيستن. صح كده ما هما كلهم باللل لبعض. فقدر اقول ان الفي يعني بتاعت الفولتميتر. اللي هي نقدر نسميها الفي جي. ليه الفي جي? لان دي اعلى في يعرف يستحملها او يعرف يقراها الفولتميتر. فقدر اقول ان ها بيساوي زيرو بوينت تو. طايمز سيرتي طايمز سيكس. على سيرتي بلاس سيكس. هلاقي ان الكلام ده طلع معي بوان. يبقى انا كده عرفت ان الفي جي اللي هي اعلى آآ في يعرف يستحملها او يقراها الفولتميتر بوان. تمام كده? طيب. تعالوا نكمل بقى السؤال. بيقول لي بقى لو انا حطيت بون هندرد فورتي فور بتوصلها مع الفولتميتر. يبقى انا حطيت هنا كده. اللي هي يعني سيريس مع الفولتميتر. آآ عايز يعرف وبقول لي نفس عدنا اللي هو نفس عايز يعرف بتاعت الفولتميتر في الحالة دي وعايز يعرف اللي ممكن يعدي. طيب بالراحة كده. آآ هو عايز يعرف بالحالة دي. طب ما هي هي لو انا عايز يعرف بتاعت الفولتميتر في الحالة دي. هي بتساوي الفي فوق او الفي تحت او الفي بتاعت السيستم. صح كده? انا اسهل حاجة عاملها ايه? الفي بتاعت السيستم. فلا ان انا عندي آآ قرية الفولتميتر في الكيس دي بتساوي زيرو بوينت تو طايمز. آآ الريزستنس اللي اتنين فوق دول مع بعض بون هندرد سيفنتي فور. تمام? فقدر اقول ان هي عبارة عن وان هندرد سيفنتي فور. طايمز السيكس على وان هندرد سيفنتي فور بلس سيكس. كده انا جبت الفي بتاعت السيستم اللي هي الفي بتاعت الفرع اللي فوق كلبه بقى اللي هو الفولتميتر مع الملتيبلاي. تمام كده? طيب. فانا اقدر اعمل ايه? آآ آآ فانا هلاقي ان الفي بتاعتي دلوقتي هلاقيها ان هي بكزا هلاقيها ان هي بكام يا ربي. آآ اعطاك. تمام? هتطلع وان بوينت وان سيكس. فهو بقى بيقول ان احنا بقى عندنا يعني اكلمه فولتميتر جديد كده. تمام? اروا لي دلوقتي وان بوينت وان سيكس. تمام? طيب ايه اللي احنا عايزين نعمله بعد كده? بيقول لي عايز يعرف الماكسمان بوتنشيال ديفرنس ايه? الماكسمان بتاعه دلوقتي يبقى بكام? تمام? ليه يعني? طيب ما انا عارف ان دي بحثها من قانون الار ام. ليه? ان قانون الار ام هو في الحاجات الماكسمان اللي هو آآ الفي ماينوس الفي جي على الاي جي. تمام? دي اللي هي اعلى في يارف استحملها الفولتميتر. دي اعلى في يارف استحملها الجالفانوميتر او اللي هو الجهاز القديم بتاع يعني. والاي جي دي اعلى اي يارف استحملها الجهاز الجديد بتاعي. تمام? او صور الجهاز القديم. طيب اما اي جي بقى دي اعلى اي اي يارف استحملها الجهاز القديم بتاعي. طبعا احنا ما عندناش اي جي فزي ما متعودين بننشيلها على طول ونحط ما كانها في جي على ار جي. تمام? وطبعا الفي جي معانا والار جي معانا. فاللي بقى كله تعاويد مباشر. يعني هنعمل ايه? نشيل آآ نسيب الفي زي ما هي احنا محتاجينها يعني كانت دي اللي احنا زودناها اصلا. والفي جي نشيلها ونحط ما كانها احنا حسبناها في الاول خالص لو نسينا. والفي جي عالار جي هتبقى وان اوفر سيرتي لان الار جي بسيرتي. فدي هتبقى وان اوفر سيرتي. تمام? نحسب الكلام ده كله عالكالكليتر هتطلع ايه? آآ فايف بوينت ايت ودي كنا قلنا ان هي سي اللي هي وان بوينت سكستي. ده من الاسئلة اللذيذة جدا. آآ اللي بتخلي الواحد يعني يفهم موضوع تركيب الاجهزة ده. بمعنى هو بيقول لي اننا عندي سنستيف جالفانومتر. تمام? الجالفانومتر ده كان بتاعة الكويل بتاع بفور. فدي الار جي. صح? دي الريزستنس بتاعة الكويل بتاع الجالفانومتر. فدي كده ار جي. فبيقول لي بقى ان الجالفانومتر ده فدي كده اللي هي الاي جي. تمام كده? احنا وصلنا الجالفانومتر بتاعنا برزستنس براليل. دي اللي هي الشانط عشان يحول لي الكلام ده كل اللي هو اميتر. تمام? فبيقول لي بقى ان الدفايس ده كزا. فبيقول لي بقى ان الجهاز ده الجهاز بتاعي اللي هو ده على بعضه. وصلناه مع ايه? مع جديدة اللي هي ناينتي ناين 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 هندرد ناينتي ناين بوينت تو دي. تمام? عشان نحوله الفولتيميتر. فحايز يعرف بقى بتاعت الفولتيميتر بكم? طيب واحدة واحدة. اول حاجة انا كان عندي الجالفانومتر الجالفانومتر ده وصلناه. بشونت رزستنس. فالكلام ده كده كله على بعضه تحول لايه? تحول لاميتر. طب تعالوا اني حسابها واحدة واحدة كده. انا جي ار جي. على اي مينس الاي جي. تمام? فاقدر اقول ان الار اس اللي هو الديهاني بون اكوال الاي جي اللي احنا لسه قلنها من شوية بس مش هنكتب الون بقى. في اللي هو قال لي انها بفور. على الاي اللي احنا محتاجين نجيبها دلوقتي هعرفكم ليه? مينس الاي جي. الاي جي قلنها هي تمام? طيب. تعالوا بس ايه? يعني افهمكم ليه احنا اصلا محتاجين نجيبها دلوقتي انا بتاعي ده يعني ده كده كله على بعضه. تعالوا نخبيه كده. ده كده كله على بعضه. احنا عارفين ان هو ايه? البلاك بوكس بتاعي ده او البينك بوكس بقى. ده كده ده الاميتر بتاعي تمام? الاميتر ده على بعضه هحوله لجالفانوميتر. بازاي حول الجالفانوميتر? بان انا مسكته كده وصلته مع ار ام اللي هي كانت بناين ناين ناين بوينت تو دي. تمام? فانا حولت بقى الجهاز ده كده كله على بعض الفولتميتر اللي هو الاميتر لما وصلنا بايه? بار ام. تمام? طيب انا عندي جهاز ايام كان الجهاز ده عامل ازاي? او اسمه ايه? بحول لجهاز تاني. فانا محتاج ايه? محتاج اعرف حاجتين عنده. اه او عنه يعني. محتاج اعرف اعلى هو بيستحمله اللي احنا كنا بنسميها في الجالفانوميتر اي جي. ومحتاج اعرف بتاعته اللي اسمها ار جي. صح كده? بس انا عندي مشكلة صغيرة. ان الجهاز بتاعته اسمه اميتر دلوقتي مش جالفانوميتر. انا هعتبره جالفانوميتر. فاعتبر ان اعلى اي يعرف في اسها هي الاي جي. واعتبر بتاعته هي طيب نبدأ بالرزيستنس. الرزيستنس سهل. ليه? الرزيستنس بتاعت الاميتر كده كلها على بعضها. هل هي ار جي بس? ولا ار جي بارلل مع الار اس. الار جي بارليل مع الار اس. فالار مسمي اли هي الار بتاقة الجهاز بتاعي. تمام? او خلاص عشان تلاشيا للغضات طاعتما نسميها ار اميتر. تمام? انا عايز الار بتاعة الاميتر والاي بتاعة الاميتر. تمام? كده? فالار بتاعت الاميتر دي هتق pools بتساوي الار جي اللي هي fir. آآ طايمز الار اس اللي هي بوان. على فور كلاس وان. فتطلع تمام كده انا كده اجبت بتاعت الجهاز بتاعتي اللي انا محتاج اجيبها. تمام? وهجيب الاي من اين? اجيبها من هنا. ما انا عايز اعلى اي ارا فستحملها الجهاز. اللي هي الاي. تمام? فتعالوا بدل ما احنا مسميينها اي جي. تعالوا نسميها اي اي برضه عشان اللي هبطل. تمام? فمن الحزبة دي هنحسب ايه? هنحسب الاي. فتعالوا نحسبها مع بعض سريعا كده. فيبقى عندي كام تيم بور نيجاتيف سري. اه المفروض اللي هي اكيدنا مش هنكتبها يعني. اه بلاس تيم بور نيجاتيف سري. فيدينا. يبقى احنا كده طلعت الاي عندنا طايف تيم بور نيجاتيف سري. جميل. فانا كده بقى معايا الاي اي اي. دي كده اللي هي الاي اي اي دي اللي هي اعلى اي. وارف استحملها الجهاز بتاعي. ودي كده بتاعت الجهاز بتاعي. هبدأ بقى احولوا الفولتميتر. فخلاص اكتب القانون بتاع الفولتميتر اللي هو الار ام بتساوي في مينس الفي جي. على الاي جي. طيب خلي بالكم ان احنا هنا بقى ايه? ده مش يعني ده كده. اه الاي جي بتاعته هي الاي اي. والار جي بتاعته هي الار اي. فهعمل ايه? هكتب هنا الار ام. هو قال لي ان هي بكام? اه ناين 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 بوينت تو. طيب الفي دي اللي احنا عايزين نجيبها اصلا. طيب الفي جي دي هي اي جي ار جي. بس خلي بالكم احنا بنتكلم على صح كده بنتكلم على الجهاز الجديد بتاعي ده اللي انا بحولي. فخلاص يبقى هاخد اعلى والار بتاعته هو ماليش ده عبق بالجلب المنتر اللي بقى نستخبي جوه ده. تمام عشان كده حتى شطبين عليه يعني. فالاي بتاعته هي والار بتاعته دي اللي احنا لسه جايبينها هنا من شوية اللي هي تمام? على اللي احنا لسه تقيلين عليها من شوية اللي هي اه خلاص يبقى انا كده عارف ان انا عندي هتطلع بالرقم ده في زائد الفايف وتطلع عندي الاجابة فايف. تمام? فاتمنى تكون واضحة. الفكرة كلها يعني معلش اشرحها بس تاني بسرعة كده ان انا كان عندي تمام? الجالفانوميتر ده وصلناه معشان فكل ده على بعضه كل ده على بعضه تحول لاميتر تمام? يبقى انا مسكت ده كده كله على بعضه. تمام? حولته لايه? حولته الاميتر. تمام? فالاميتر ده عنده اعلى اي يعرف استحملها اللي هي هنسميها اي اي مسلا? وعنده اعلى اوصوله مش اعلى عنده بتاعته اللي احنا هنسميها اي? زي ما احنا كان في الاول لو انا طلعت لكم الجالفانوميتر ده برة كده كنا بنقول ان اعلى اي يعرف استحملها الجالفانوميتر اسمها اي جي. والار بتاعته اسمها ارجي. فكنت بقى بحول الجهاز بتاعي ده باستخدام الجهاز اكبر اللي هو كان هنا بس انا في الحالة دي الأميتر. تمام? انا بقى مسكت ده اعتبرته جال فانوميتر. حولته ايه? حولته الفولت ميتر. ازاي ان انا وصلت هنا فعشان لما اجي اعوض مش هينفع اعوض بالاي جي والار جي. لان مش ده الجهاز بتاعي دلوقتي انا جهاز بتاعها هو الاميتر. فلازم اعوض باعلى اي يعرف هو يستحملها. وعوض بالرزيستنس بتاعته اللي هي كانت الاتنين دول مع بعض. فاتمنى بس تكون الحتة دي ايه? واضحة قدر الامكان. في سبنتي وان. اه هو بيقول لي ان انا عندي ميلي اميتر بتاعه لما يكون عندي تن ميلي امبيرا. فدي الاي. تمام? الاي بتاعت اعلى اي يعرف استحملها يعني. طيب. فبيقول لي بقى ان انا عندي اه في الدفايز ده متكون نفسه. تمام له هو الاميتر. متكون من حاكتين. اه زيرو بوينت تو. مع جالفنوميتر عنده سيرت سري. يبقى ان لو انا عايز اجيب الريزيستنس بتاعت الاميتر على بعضه. حتبقى بتسوي كام? زيرو بوينت تو طيب ما السيرت سري. على زيرو بوينت تو كلاس سيرت سري. تمام? هتطلع بقى ايا كان الرقم. تعني نسميه مربعة مثلا. تمام? فاحنا كده معنا ومعنا بتاعت الاميتر ككل. هو بقى بيقول لي مسك لي الاميتر ده عايز يوصل معي عشان يحوله لفولتميتر. فخلاص يبقى انا هعتبر الجهاز القديم بتاعي ما هو الاميتر ده هعتبره اكله اكله اكله. تمام? فخلاص يبقى انا هقول ان بتساوي ال في مينس ال في جي. خل في جي دي هتبقى تنها ال في جي بالنسبة للاميتر. صح? هتبقى اي جي ار جي. اللي هي بتاعت الاميتر في الار بتاعت الاميتر. طب ايه اعلى اي يستحملها الاميتر? كانت تن ميلي. ويه بتاعت الاميتر? لسه حاسبينها من شوية ممربع. تمام? يعني انت وصلنا حسابتوها عكا الكليتر فهتبقى الانسر بتاعكم. تمام? فهتبقى دي اللي هي يعني عشان احنا بالملي. فهتن طيم بور نيجاتف سري بتم بور نيجاتف تو. اه في مربع. تمام? دي اللي هي بتاعت الاميتر. على اللي هي حسابه بقى او اللي انها بتن ما صحيح. اللي قال انها بتن. فحسابه الكلام ده كده كله هتطلع للايجابة بتاعتي بناين تي ناين ناين بوينت ايه. او سوري ناين هندرد ناين تي ناين يعني بوينت ايت. في بيقول لي ان انا عندي متكونة من بطارية. طبعا طرح ما شفنا كلمة بطارية وهيقعد يرغي كده كتير ارسم السيركت على طول وحلها انها شطر تمام? فبيقول لي عندي بطارية بتاعتها بزيرو اللي هي نجليجابل يعني. ومتوصلة باتنين مع بعض اللي هو سكستين وفورتي. ومتوصل معهم اه او متوصل مع الفورتي آآ آآ فولتميتر واري كام اري سيكس. هذا اللي انا عملته. تمام? رسامة الرسمة هي بمنطقة البساطة. جميل? بيقول لي عايز اعرف بتاعت الفولتميتر بكام? طيب انا عارف ان البطارية بتن. فلو السيستم ده اللي هو الفولتميتر مع مع الفورتي. اري سيكس فولت. يبقى ده هياخد الباقي من البطاري اللي هي فور فولت. طيب مش انا عارف ان القرنت اللي ماشي هنا هو هي اللي ماشى في دي اللي هي فورتي على سكستين. يعني تاني بالراحة. لو انا عايز اللي ماشى في دي. هتبقى بتساوي بتاعت دي على بتاعت دي. صح كده? طيب. طب انا دلوقتي عايز ايه? انا دلوقتي عايز بتاعت الفولتميتر. فممكن ببساطة خالص اقول ان بتاعت الفولتميتر بتساوي اللي بتاعت السيستم في بتاعت السيستم اللي هي اي داش ار داش. بتساوي اي داش ار داش صح كده? جميل. طب ما هي اصلا سيكس. صح كده? اكوى لل اي داش اللي انا اقدر اجيبها من هنا اللي هي فور. طيب منز اللي هي كان آ آآ فورتي في بال forcément بتاعت الفولتميتر. مش دي اللي هي anh شفت سولفع كالكليتر هنطلع لان ما فيش قنون غيرها اصل. تمام كده? طيب دي طريقة كان ممكن حد يفكر بطريقة تانية كان ممكن حد يقول لي اه ان انا عايز اوصل للقرنت اللي واصل جوه ايه? جوه الكابتن ده. اللي واصل جوه الفولتيميتر. تمام? يعني احنا هنجيب القرنت اللي هنا. بنفس الطريقة عادي جدا. هو اللي هي تمام? واقدر اجيب القرنت اللي هنا. اجيبه ازاي ما نعرف ان دي هي اللي على مرضو اكيد. صح كده؟ ساحلها اجيب القرنت اللي ماشي هنا. تمام? هيطلع بزيرو بوينت فيفتين اعتقل. فاكتشف يبقى هنا القرنت اللي ماشي هنا بزيرو بوينت فيفتين. فلاقي ان القرنت اللي ماشي هنا بزيرو بوينت وان. طب ما خلاص؟ طب ما انا اقدر بنفس الطريقة بالزب convenience اه انا معي دلوقتي ال V بتاعة الفولتيميتر. ومعي القرنت اللي ماشي في الفولتيميتر فيقدر اجيب العز strong دي. تمام كده? فجبناها باكتر من الطريقة وطبعا يعني الطرق مش هتخلص ده شفتر يعني فنقدر نلعب فيه براحة. جميل? جميل. بيقول لي بقى ان احنا عندنا بتاعة الفولتميتر دي اللي هي نقدر نعتبرها تمام? بيقول لي عايز يعرف الشنط اللي وصلها عشان يتحول لأميتر. فعشان كده انا اعتبرت الفولتميتر بتاعي ده كنه جالفانوميتر خلاص. فسميت دي تمام? اه اللي هي اعلى اعلى فيه يعرف استحملها او يعرف يقراها الفولتميتر بتاعي او هنا بقى هنسميك جالفانوميتر بتاعي. تمام? ليه لان انا هبدأ احوله لجهاز جديد. عشان كده اعتبرته جالفانوميتر يعني. آآ جميل. فقدر اكتب القانون بتاع آآ اه احنا عايزين نحوله فقدر قول ان بتساوي اللي هي خلي بالكم انها يعني على طب مبراحة كده. احنا عايزين ايه? عايزين فخلاص نعوض على طول. هنلاقي ان دي اللي هي الفي جي دي اللي هي بسبن بوينت فايف. تمام? وآآ قال لي انها بفايف. والآي جي. آآ مش مش معانا مش معانا اعلى اي يعرف استحملها الفولتميتر بتاعي او سوري الجالفانوميتر بتاعي بقى ما قدرس هنعتبر ده جالفانوميتر. آآ فنعمل ايه? نفكها نفكها الفي جي على فالفي جي اللي هي بسبن بوينت فايف. والآر جي دي اللي احنا لسه جايبينها من شوية انها بسكستي. فقدر اقول اه لو حسبتها معاك وكده سريا عشان نتبكد سيفن بوينت فايف على سكستي يدينا آآ بالتقريب كده ايه? لايه ايه? آآ في كوسشن سكستين هو بيقول لي ان انا عندي دي ومديني كده بتاع الجالفانوميتر مكبرهول شوية بيقول لي ان والآر بتاعت الجالفانوميتر نفسه بآر. تمام? آآ فبيقول لي ان هو في الوضع اللي هو عليه ده لما كان الكي مفتوح يعني وكان اللي ماشي هنا هو كان في المكان ده اللي هو عند عند ام. تمام? فبيقول لي لما آآ نقفل الكي عايز يعرف هيروح فين? طيب اول حاجة انت جي نعرف قبل ما نقفل الكي الوضع كان عامل ازاي? طبعا احنا عارفين ان الكابتن ده من انه مفتوح. فمع السلامة ولا اكيد انه كان موجود اصلا. كل كلام ده كده تمام? طيب فالآي عادي جدا هتمشي. ترى مسلا نكتب ده. الآي هتمشي كده 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 وتيجي هنا هتتقسم. تمام? فتعالوا نعتبر ان الآي مسلا بون? ما احنا قاعدين شغالين ايه? يعتبر يعني في الاخر. فهنلاقي ان احنا عندنا الوان دي محتاجة تتقسم على آآ خلي بالكو دي كانت بزيرو بوينت فايف وده كان الريزيستنس بتاعتهم يعني. فلما هنيجي نقسم هنلاقي ان مفروض بما ان الريزيستنس فوق دعف الريزيستنس تحت فالقرنت تحت ودعف القرنت فوق. يبقى انا مفروض اقسم الوان امبير دي كم حتة? تلات حتة. ففوق ياخد حتة واحدة وتحت ياخد حتتين. فالقرنت اللي هيخش فوق وهيبقى تمام? يبقى احنا عارفين ان الاول القرنت اللي كان دخل فوق كان بوانو فارس ري. تمام كده? يبقى القرنت اللي خلى البوينتر يلف تلاتة ديفيجنس اللي هو واحد اتنين تلاتة كان ايه? كان بوانو فارس ري. ده القرنت اللي خلي يلف تلاتة ديفيجن. جميل? طيب احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي? محتاجين نعرف القرنت الجديد. مش انا قفلت الكي. طيب انا لما جيت قفلت الكي الفرع ده تضاف معايا هنا صح كده? الفرع ده بقى موجود معايا هنا كده. فهلاقي ان الاتنين دول بقوبرا للا بعض. فهعمل ايه? ارجع شي لهم تاني. بالمنظر ده كده. واكتب على واحد منهم يعني الجديد. فبدل ما ده هخليها ايه? يعني برضو زي ما اتفعل احنا كده كده شغالين اه اه اكناها يعني مش هنكتب ار ولا حاجة. فهتبقى يعني مع ار اكناها تمام? وبرضو نرجع لده زي ما هو وده زي ما هو. تمام? طيب كده بقت بكامل? يعني في الاول لو ما كنتوش واخدين بالكم. دول كده الاتنين دول مع بعض مع بعض يعني بوان اوفر سري. وكان عندي هنا ار. فالار سيريس مع الوان اوفر سري يديني يبقى في الاول كانت بفور اوفر سري. بقت زائد وان اوفر سري اللي هي الاتنين دول مع بعض يعني يديني وان. تمام? يبقى هي كانت فور اوفر سري وبقت وان. يبقى اه انا عارف انا عارف ان تعالوا نسمي الاي جديدة مسلا اي داش. فانا عارف ان الاي داش على الاي بتساوي الار العادية على الار داش. ما هي الاتنين عكسه بعض? صح؟ لان ار القديما يعني على الاي الجديدة. فهتبقى بتساوي الاي القديما اللي احنا اتفقنا ان هي والار الجديدة اللي هي فخلاص يبقى الاي داش تطلع على طول. تمام? اه جميل. يبقى انا كده عارفت ان الكارنت ده بقى امبير. هيجي يمشي 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 ويجي هنا يتقسم تاني برضو. وهيرجع يتقسم بنفس اللي هو اللي فوق. بما ان فوق دعف تحت فالقارنت فوق اه فالقارنت تحت ودعف فالقارنت فوق. فمحتاجة يقسم دي كم حتة? تلات حتة. فلاقي ان الحتة الواحدة منهم دي الحتة. تمام? فدحت تاخد حتتين. يعني تاخد وفوق تاخد حتة واحدة بس اللي هي اللي تعنيها. تمام? يبقى تاني بالراحة. في الاول كان عندي لما مشي فوق اتحرك تلاتة فلما يمشي فوق هيتحرك كام ديفيجن ده اللي احنا محتاجين نعرفه. فعلامة الاستفهام بتاعت دي بتساوي ده 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 ده. فتبقى على فلا ان الاجابة طلعت معايا بكام طلعت معايا بفور ايه? طب دي يعني هو يقف عند فين? عند اكس. اكس ده هو عند الديفيجن الرابط. بس هو يبقى ده كده ايه? حل للسؤال. اخر سؤال معانا في الهومور في الهومور في في الاسي. اه هو دلوقتي بيقول لي ان انا عندي اه بالمنظر ده كده. حل? عنده فلو عايز يعرف اه يعني يعني تعرفوا الراحة. بيقول ان انا عندي عنده تمام? في الوضع اللي هو فيه ده بتاعه اه لف كده. تمام? وراح عند الجميل. طيب بيقول لي بقى لو احنا اه الجالفانوميتر ده شلناه وحطناه هنا مكان ايه? مكان دي يبدلنا الاتنين مع بعض يعني الجالفانوميتر جاه هنا كده. ورزيستنس جات هنا كده. عايز يعرف الجالفانوميتر هيروح فين? تمام? طيب. اول حاجة تعالوا نعرف بس نفهمه. هنا القرنت هيمشي كده هيتقسم يجي كده يجي كده. فهو هنا ماشي في الجالفانوميتر من فوق من فوق لتحت. صح هو نازل كده. فالجالفانوميتر اه البوينتر بتاعه راح يمين. صح كده? طيب لو انا انا قلت الجالفانوميتر للنحية دي. ايه اللي هيحصل هو جاي متقسم هو جاي كده. فهيمشي من تحت الفوق صح هو هيمشي كده? فانا متوقع ان التجاهه تعكس. تمام? فانا متوقع ان الوينتر اه عندي يزد يويا اكس. تمام كده? فكده فهمنا حتة. ليه تاني? لان هنا كان ماشي في في اتجاه. هنا مش في الاتجاه المعاكس له. فطبيعي هيدفلكت في الاتجاه المعاكس له. بس كده لو كان عليه في الاول يعني. طيب. تعالوا بقى نفهم مع بعض. تعالوا نعتبر ان احنا عندنا هنا كارانتو بوان امبير. جميل لان احنا برضو هنقضيها في الاخر عشان نعرف ده مش يقدي ايه من اللي كان عليه وهكذا يعني. طيب. فاحنا عارفين ان ده هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا فكان ماشي في في الاول يعني نقدر نعتبر ده كارانتو ده فلما كان ماشي هنا عدد اللي كان ماشيها اللي هي تمام? فأدي ده كده ايه? اتنين تمام? خلي بالكم ان احنا بنعدي بنزيله ها? فلما كان ماشي في اتحرك كام اتحرك فمحتاج اعرف هو ماشي بقى كام امبير في الجديدة عشان اه اعرف هتحرك كام في المرة الجديدة صح? طيب تعالوا ايه? تعالوا نبدل لاتنين مع بعض. احنا نقدر نمسح ده كده. نشيله خالص. ونمسح الار دي هي بار. نفتكر بس ان هي بار. نشيلها. ونحط الجالفانو ميتر هنا. بالمنظر ده. ونحط هنا بتاعتنا اللي هي كانت بار. تمام? طيب تعالوا نفكر بالراحة. اول حاجة تعالوا نشوف في الاول كانت بكام احنا عايزين نعرف الايه توتل دي هي لسه بوان امبير ولا اتغيرت? فاكملين السؤال اللي فات. فنحتاجين نحسب بالار توتل. فالار توتل كانت في الاول كانت الار هنا ترالل مع الار اللي هنا دي بهاف اار. تمام? والهاف اار دي هي مع سري سريس مع وان. فكان عندي هاف زائد سري زائد وان بفور كوينت فايف. تمام? طيب في الكيس التانية الكيس اللي قدامنا حالا دي هي هي نفس الكلام ما هو الار اصلا والار والجي الاتنين نفس فانا انا ما بدلتهم مع بعض انا ما عامتش اي اختلاف. تمام? بس طيب نحسبها مع بعض يعني برضو. الار بتاعت الجالفانو مترباء ار هو اللي قال لي. تمام? ار بارل مع اربة هاف برضو. هاف زائد تلاتة زائد واحد فيديني فور كوينت فايف برضو. فالار توتل الار توتل متغيرتش. فالاي توتل ما تغيرتش. تمام? فالاي توتل ما تغيرتش. هلاقي بقى ان الاي هنا هتيجي تتقسم. بما ان الاتنين دول قد بعض ده عند وده عند فالاي دي هتتقسم نصين قد بعض. فهنا يبقى وهنا يبقى صح كده? فهنا يعني وهنا في تانية مرة مش فيه كم مش فيه هاف امبير. عشان نعرف هو تحرك فيه هنعمل بقى فلا ان انا عايز اعرف ده. صح? فيبقى هاف طايمس ايه? فهاف طايمس اصلا بون. يعني هو اتحرك واحدة. بس فاكرين احنا قلنا ان هو اتحرك في الاتجاه المعاكس. مش هتلف يمين لأ هو هيلف الشمال. فاتحرك واحدة ناحية الشمال وهو راح لمين? راح لزد. فبس ده كده كان كل الهم مرك معنا. وبالتوفيق ان شاء الله.